وصبر يا نصح لحضرتك يعني للناس كده تذكرة سريعة للمباراة التلاتة كانوا في أجازة العيد والحمد لله كانت أجازة جميلة وسعيدة وربك دايما أجازاتنا كلها يعني لو هنبتدي أول مباراة ونتكلم فارقه ونحن سجلنا هدفين من الـ expected goals بتاعتنا أو الـ XG 2.7 أو 2.7 استقبلنا هدف عملنا فرص صناعة الفرص اللي اتعملت في الموتش ده 6 بالنسبة لاستحواز 51% طبعا ما كانتش نسبة كبيرة أو اكتساح يعني ولكن انت كنت الطرف الأفضل المحاولات بتاعتنا على المرمى أربعة محاولة صحيحة من سبعة دقة التمريرات طبعا في الموتش ده من أقل نسب التمريرات اللي نادي الأهلي عموما عملها في المباريات الكرات العرضية 3 صح من 9 استخلاص الكرة 89 خسارة الكرة 32 والمروغات 14 من 11 ممكن صابري بقى يكمل لنا الانتحاد السكندري وبرضه هنشوف فيها تطور لحد ما في الأرقام في المباراتين ما بعد مبارات فاركو يعني هو مش تطور على قد ما هو تباين كبير يعني في المبارات للتحاد احنا سجلنا هدف واحد من يعني ما يقرب من هدفين متوقعين صنعنا سبع فرص تقريبا نفس معدل المبارات بتاعت فاركو يعني زيادة فرصة الاستحواس كان اكتر بكتير حقا 68% والمحاولات الصحيحة المرة دي كانوا 3 من 9 محاولات النسبة بتاعت المحاولات الصحيحة قلت عن المباراة بتاعت فاركو كمان في خسارة الكرة استخلاص الكرة استخلاصنا الكرة 92 مرة اكتر شوية من المباراة اللي قبلها وخسرنا الكرة 34 مرة المراوغات كانت 18 من 20 نسبة عالية جدا الحقيقة في مباراة الدخلية احنا سجلنا هدفين واستقبلنا هدف هدفين برضو من 2.7 او اقل او هدفين ونص متوقعين يعني صنعنا 14 فرصة ضعف العدد اللي صنعناه في الموطشين اللي قبلها وده طبعا انا بشوف انه كان بسبب ان امام وافشة اللي اتنين كانوا مع بعض في الملعب فكان فيه صناعة فرص كتير الاستحواز اقل شوية كان 64% والمحاولات الصحيحة برضو كانت 3 من 9 التمريرات الصحيحة كانت تقريبا نفس المباراة اللي قبلها معدل التمريرات تقريبا واحد الكرات العرضية هنا كان عندنا 9 كرات عرضية صحيحة من 23 واستخلاص الكرة كان هنا 104 وخسارة الكرة كانت 37 والمراوغات 17 من 23 فيه تباين ما بين المباراة وبعضها وانا بشوف ان مش بس ضغط المباراة يعني احنا في السنين اللي فاتت كنا بنتعرض لهذا الضغط وكنا بنفقد نقاط الحمد لله احنا المرة دي ما بنفقدش نقاط والحد الوقت الامور ماشية بشكل كويس لكن الحقيقة برضو ان لو كان في فرصة في السنين اللي فاتت ان احنا نتكلم شوية عن الاداء ونقول ان الاداء مش احسن حاجة انما السنة دي مع درجة الحرارة مرتفعة ولعب في درجة حرارة 40 جوه غير انساني بالمرة فان اللعيبة بتلعب كل 3 ايام في جوه زي ده الحقيقة ان انا بشوف انه حرام ان احنا نلوم اي لعيب على اي مستوى لقدره مش جوه ادمي يعني مش جوه ادمي الحمد لله يعني نقول الحمد لله بجد مش بس على الثلاث موقت الحمد لله ان اللعيبة بتطلع كويسة من الملعب يعني وبالمرة احنا عايزين نقول انا شوف تحدي من اللعيبة يعني احنا مش عايز اقولها خاسس ازاي من كتر العرق اللي بقعه في المتش والحقيقة ان احنا يعني موضوع احنا درفعت ويمكن زمنا عمر بنوبي كان اشار له الموضوع ده امبرح يعني موضوع احنا درفعت مش بعيد واللي حصل لا احمد رفعت في الملعب مش بعيد ومع ذلك احنا بنلعب الساعة اربعة وبنلعب الساعة سبعة في عز الشمس في درجة حرارة زي دي يعني ربنا يسطر وما يحصلش حاجة تاني تأثر على اللعيبة وما نشوفش مشاكل صحية للعيبة لكن الجو الحقيقة غير ادمي ولا يناسب ابدا ان كمان اللعيبة تلعب بهذا الضغط وهذا المعدل كل 3 ايام في درجة حرارة 40 شيء صعب جدا فانا الحقيقة ما كنتش يعني حتى كتبت الكلام ده على الفيسبوك بمبارح او اول قلت يا جماعة يعني ما فيش اي كلام عن الاداء ولا عن مستوى اي لعيب لان الجو لا يسمح يعني مع ضغط المباريات ودرجة الحرارة عالية دي الجو صعب جدا الواحد يتكلم عن ان في لعيبة بتفقد مستوى ان ده طبيعي جدا يعني اكرم توفيق من مكاسب المباراتين الاخيرة دي قال الامانة اكرم